صبراً يا نفسي معنى الله ورحاب الشام صرخت آه صبراً فطريقي من نيران والحور تنادي للرضوان أتذكر لما ودعتك يوما فبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لتكوي كبدي تكل للذكرة والأشواق خرجت لأني أبصر في زمني كفراً يتصلط في الأجواء فحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت أقاتل في الأعداء في الجنة أعلوه وأغرد أحنوه أورتل آيات القرآن وأقابل فيها دوجي وبنيها وأوعالق أمي والإخوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر